جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتوريش تعازيه لحكومة وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد الانهيان ودعا جوتوريش في بيان أمام جلسة تأبين خاصة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم في مقرها الرئيسي بنيويورك دعا المجتمع الدولي لاستلهام التجربة من حكمة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد ومن سيرته وقيادته الحافلة بالمواقف والإنجازات الإنسانية والتنموية المتعددة الأطراف والتي استندت على الأسس التي وضعها الأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان الانهيان واستعرض الأمين العام جانبا من مظاهر التحول الحضاري الذي شهدته دولة الإمارات في مجالات دعم العمل الإنساني العالمي المتعدد الأطراف والتنمية وتعزيز الاستثمارات والأبحاث في مجال الطاقة المتجددة والعمل المناخي لحماية الكوكب للأجيال القادمة وغيرها وقال جوتوريش سوف أتذكر دائما كرم الشيخ خليفة والشعب الإماراتي تجاه المحتاجين هذه زيادة الهائلة في دعمه للعمل الإنساني متعدد الأطراف أسهمت في إنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح بل وحفزت الآخرين على العطاء أيضا ودعا جوتوريش المجتمع الدولي إلى تعزيز الشراكة مع دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدة لنيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه ولبناء عالم يسوده السلام والازدهار والكرامة للجميع